مشاهدين الكرام مهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من أول قناة اخبارية في الجزائر تبقى الأجواء دائما مستقرة وحارة نسبيا على كل المناطق الشمالية حتى الجنوب الكبير مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بالمرتفعات الداخلية للوطن نستهي نشتنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضح لنا صفاء واستقرار يميز معظم ولايات الوطن وعن حركة الرياح لنهار اليوم استمرر دائما هبوب رياح ضعيفا نسبيا على كل المناطق الشمالية حتى الجنوب الكبير تسلس العثة الرياح إلى 30 كم في الساعة نمر مباشرة إلى حالة التقس المرتقبار ظاهرة اليوم نتوقع بإذن الله جوى مستقرة ومشمسة على العموم بكل المناطق الشمالية مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على الهضابة العليا الغربية والوسطى قد تلتحق بمنطقة الأوراس بالجنوب الأجوى رح تكون مغشات وشبه رعدية على السورة حتى بمرتفعة الهجر والتسلي تبقى الأجوى مشمسة وجفة بباقي المناطق الجنوبية مع تطاير للريمال محليا درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة اليوم تسل بإذن الله إلى 46 درجة على عين سلاح 45 درجة بتندوف 47 درجة كأعلى مقياس على أدرار 44 درجة على عين قزام إليزي جانات ورقلو حسم 32 درجة على عنابة وبجاية 37 درجة على سطيف سمسجل 36 درجة على بتنات 39 درجة على قلمة 34 درجة على الجزائر العاصمة تيبازا وبو مرداز 36 درجة على تيزي وزو ثمانيو 30 درجة على تيارت والجلفة 37 درجة على لغوات حتى البيض نعام مشرية وتلمسان و33 درجة على وهران مستغانم وتنس أما الوضعية الجوية المرتقبة لليلة اليوم لليلة السبت للأحد نتوقع بإذن الله أجواء متقرة وصفية على كل المناطق الشمالية حتى المناطق الجنوبية للوطن درجات الحرارة المرتقبة لليلة اليوم تسهل بإذن الله إلى 30 درجة على عين صالح والدرار 29 درجة على تندوف 24 درجة على إليزي وجانات 31 درجة على عين قزام 22 درجة على وهران والجزائر العاصمة 19 درجة على العنابة 21 درجة بقلمة 22 درجة بتديوز 26 درجة على لغوات و22 درجة على البيض نعامة ومشرية أما عن حالة البحر لنهار اليوم البحر بإذن الله رح يكون هادئة على كل السواحل الغربية مع رياح غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 10 حتى 20 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية البحر رح يكون من هادئ إلى قليل الإطراب مع رياح رح تكون غربية إلى شمالية غربية تتراوح سوعة عامة بين 20 حتى 30 كم في الساعة مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقطي ظاهرة وليلة اليوم والله أعلم شكرا لكم على المتابعة في أمان الله